السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وكمليم بكم على خير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم جبت لكم واح الفيديو اللي هو مميز واح الفكرة اللي مزيونة ورائعة بمصبل البنت اللي ده ما بقي والو الرمضان جبت لكم رمضان ضغية ما بقي والو الرمضان شهر مبارك وبغيت نقترح عليكم واح الفكرة ديال واح المشروع اللي بزاف ديال الناس اللي ما عندهم شي راس المال او ما عندهم شي بايش يشري وتوابات ولا شي حاجة وقلت نقترح عليكم هاد المشروع اللي هو ناجح ومليون في المياه قوم معي تال اخر الفيديو بش عرفوا التفاصيل مميلا ومشاهدة ممتعة بالنسبة للفكرة ديال المشروع هي انكم تنبتو التوابات التواب كي يكون بقي ما نفصل متاشي حاجة كتنبتوه مش من التوابات اللي غات قدروا تنبتو التوابات ديال المليفة اول شي توب عادي مهم توب يكون حسبي بالنسبة اللي بنات اللي كي عرفوا ينبتو ضروري ما يكون معاهم شي جوجد ابنات ولا ثلاثة وغاي نبتو بشي نبتو معاهم بشي عاونوهم حيتاش كتكون كمية شوية كبيرة بش تقدر تشب بردك ملتوابات في يدك انتينة حيتاش من ما كتغلبش الخدمة اكيد طر انها يمشي يجيب واحد اخر من غيرك لذلك هاد الفكرة ضروري خساء المعاونة اولا شي طرازة مثلا تكون كتطرز تقدر مثلا تفق انتينة وياها هي تطرز لكي غيل الطرسج وانتينة تعمر بالحجيرة وتعملوا شي حاجة اللي ما كتتكلف شي تمام بزاف باش تنتو متقدروا تربحوا عفوان ما نقول لكم حالياش يعني تقدروا تنبتو بالمهرس او لابدك لمكوار صغيور اللي هو كي تباع رخيص باكي ياكد تباعي 20 درهم وانتو ما تربحوا واحد يعني واحد تمام ليم زيان وفي نفس الوقت تدكموا التوابات اللي غتخدمولو رابوا بيدو كيربح وتقدروا تنبتو لغيب الجوهر ديال المصلوح هي داس شي زواقات ودك شي ماشي مشكيلة بالحق من احسن لمهرس هي تشلم مهرس كي يجي راقي وكي يجي مزيون ونقول لكم واحد حاجة اخرى شي بالنسبة للناس اللي غيقولوا لي لا را قدروا احنا يا نمشي ونطلبوا من عند موليد توابت هاد الفكرة هادي وقدروا ما يبغيوش العكس موليد توابت اغلبية كيبغيو هاد الفكرة بزف وانا زباق لي تعرضت علي اكتر ممرة وكنت واحمل توابت بالضبط كان طلب مني اناني نبتلو بياست وكان عندي الخدمة انا كرامدان وشعبان ودك شي كان عندي الخدمة ما بغيت شي بالحق وندبرت له واحد جوج دبنت كانو كي خدمو له تبارك الله بقي الحد دلان خدامين له غير شنو اللي بغي نقول لكم هي الشي دبا مين تمشي وتنبتل شي مول توابت خصكم انتو ما تحسوا براسكم حال اللي الخدمة راديا لكم حادك توابت راديا لكم انا نقول لكم علش حيتيش قدمة تبعو قدمة عملتيلو شي حاجة مزيونة وتبعت قدمة يعطيك الخدمة اكتر قدمة غيرتك تمن اللي بغيته علش حيتيش الحاجة ديالك تتبع بالحق اذا مشيتين تينت شطرتي وعملتي داك الخدمة غيرت هيدا تزربة وصافي المهم انتخلص حيتيش بزاف بينه وبينكم كي عملوا هاد القضية مين كتتعمل هيدا كي تضر راسك حيتيش داك توابت هنتين اخدمتهم له وتخلصت فيهم بالحق هو ما يتمشي ولوشي حيتيش انا لاحظت اكتر ممرة كان مشي عيدا عند شي موالين توابت كان جبار مثلا شي يتوب فيه زواقد معلم او مثلا فيه شي طرز ماكينة وذك طرز ماكينة سواقي مشي مزيون في نظركم انا غنشريه ما يمكنشي وهيداك الكليانة كليانة اخساش حاجتكم مزيونة والخيط يكون على اربعة باش الجهار ما يطير شي وفي نفس الوقت بزاف ديال الناس انا كان عارفهم يكي بغيوا يشريوا توابت هيدا من البتين احسن من انهم يمشيوا يخيطوا عادي يفتشوا على الزواقه وذك شي وهذا الطريقة انتو ما تخرجوا رابحين ومالتو بتا يخرج رابح ولكلياناتكم مزيانة بالحق اللي كان قل لكم انا وكنوصيكم دائما حسكم تقنوا الحاجة اللي كتخدموها علاش حيتش بالاتقان قد شبر ذاك السيد او لا كتربح ذاك الخيط او لا مهم كتربح الكليان بالاتقان وبالحاجة حل ياتعملها راسك يعني منك تعمل شي زواقه شوف راسك واش تبغيها واش تعجبك واش الخيط اللي خدمتي به كان على اربعة واش كان مشمع واش كان متقون مزيان يعني ميتقطع شي ماشي كتخدمو الحاجة غي هيدا بالزربة بالزربة فالاخر كيبدا ويطيرو هادي كدك سعب طبيعة الحل ما غايزيتش عادي يرجع لعندك ولا يدور جيتك وبالنسبة لهذا المشروع اللي قلت لكم هدا غاي تمشي لكم بزف قبل رمضان يعني شعبان وقبل شعبان بشي 15 يوم هكدا فسكم تكونوا كات وجدوا يعني شعبان خاص مولتوابت يكونوا عندو الكياسة حال هيدا هيدا بزف ديال ناس غايشرو من عندو وتكون مليفة كتعمل مثلا غيميتين درهم كيبيعوها تبستمية درهم وخمسمية درهم وكتشرة علاش هي تشفيها الزواقة ومنبتوا ومزيونة وذلك شي وانا نصيحة اللي قلت لكم من احسن عملو بالمهرس وده بغا نوريكم كيفاش ترشمو على التوب ارشيما مثلا كيفاش ترشموها على التوب قو معايا بش تشوفوها قبل ما نوريكم بغيت نقول لكم واحد حاجة تقدروا حيتاش بزف ديال ناس غايقولوا كيفاش غاني مشيو حيتاش كيني بعض مولين توابت اللي مثلا كيكونوش عارفين شنو في الموضة شنو هادا كخصوم تشوفو الحاجة بعينو معادي يقتنعوه ايو حدا دبا رمضان ما اجيو والعيد وكل شي كنضون شي شي وحدا ما اتكون شي هاتخصة تخيط الجلة بالراسة واتشبر التوم اللي غاتشري وتخدموا الراسة هيدا كسحيح ماشي مفصر وقاتمشي عن مولين توابت وراسة عالي في السماء واتطلب منو حيتاش هادي بشي سعاية هادي خدمة والخدمة رعيبة ده ودابا كنشبرو التو وكنتنيوه هيدا على اربعة باش كنخرجو منو الطهر والصدريك ودروري كنخليو داك الجوز ديال سنتيم خرجة ديال الحشية ديال التو والطهر كيكون داخل شوية على هاتشكل هادا كيف كتشوفو دابا في الفيديو بالنسبة لهذا التو هادا كندراج لديالي وانا سرقتولو كنخصو يخدم بيه الجبادر هذا هو الطهر كيكون مشدود وهذا السدر دائما كيكون مفتوح سوف نقلبوها على الجهة ديال السدر باش نرشمو ونوريكم الرشيمة كيفاش كتكون تقدروا تعملو اي رشيمة بغيتو وماشي بدارورة رشيمة كبيرة ولا شي حاجا غرش انو انا هذا الرشيمة حيتياش اصلا نخدم عليها عملتا معاكم كنشبرو من هنا يا كنعملو اربعة ديال السنتيم ديال الدورة ديال العوق وكنعملو قول كنخليو اتناشر سنتيم وتقدر تخليت اربعتاشر سنتيم ديال العبر ديال الهبطة باش كتعمل رشيمة ديالك اللي بغيتيها بالنسبة لي دا كنتو غاتعملو جوج ديال الارشيمة كتعملو الخرج واحد من تحت واحد من الفوق بالحق انا هنا ايا هنعمل غير رشيمة واحدة هنا ايا صافي وفي نفس الوقت هنخدمه معاكم في شي فيديو اخر صافي كنعملو الخرج عليها تشكل هذا كنخلي واحد جوج تال اربعة ديال السنتيم هنا ايا اطناش كنخليو باش في الهبطة ديال اللي اكتف وهنا ايا كنخليو اربعة ديال السنتيم وبالنسبة لهذا الرشيمة هذا الرشيمة عندي عزيزة بززف كتجي مزيونو كتجي رائعة وخد شوفوها هيدا تحقروها انه دايما كنعملها لصق باش ما كتتقطع ليشي بالمرة من تحت هدي واحد فكرة تقدروا تعملوها للرشيمة ديالكم اللي عندكم عزيزين باش كي بقاوم زيانين بالنسبة لهذا الرشيمة هدي هدي كتتخدم بلمكور ستيتو داك المنفخ كتجي رائعة بززف وهذا الرشيمة بوحدة كنت كنخدمها باربعمية درهم للرشيمة بالحق كتجي رائعة وخيش ستيتو كندليت بالحق كتجي مزيونة ودبا ان شاء الله نخدمها معكم ماشي انا اللي كان قولك كتجي مزيونة الناس كي يقولو كتجي مزيونة ما كينا شي شي جلا ما كنت خدمت بهذا الرشيمة الا وتبعت لي وكون زباق لي خدمتهم ولواحد الخيط خدمت له شي ستا ديال الرشيمة حال هيدا كم ليم بهم كانوا تبعوه حيث كتجي مزيونة كتعطي للعين الناس كتعجبوه على ذاك الشي انا عندي عزيزة ودائما محافظة بهذا الرشيمة هدي ودبا من بعد ما طراصي لها ثم كيف كتشوفو دايما كنخلي يدي هيدا بالنسبة للناس لي ما كيزعموشي طراصي وعليش ما تزعموشي يزعمو ورا الطراصاج ساهل بززف غير شتيتو ديال التخوف هو اللي كيخلينا ان انا ما نزعموشي انا من عندي اينا نصحكم دايما تكونوا زعامين وشجاعين شجعو عملو الحاجة زدقات يا ما زدقات شي مهم تكتكون عملتي حيث الشي الواحد كيغلط مرة اللولا مرة الثانية شتيتو كيرجع معلم ونزيدكم واحد حاجة شوفو غير ترابي اذا ما طحشي وتكورشي وشي تعلم يمشي هيبقى دايما نقالس مطعو واذا خافتي عليه ما تخليه شي نوضل عندك يطيح عندك هذا عمرو ما يتعلم وهيدك الناس كاملين بيهم وكما يمكن تمنى يكون اعجبكم هاد الفيديو ونكون خفيفة وضريفة على قلوبكم بالنسبة للفكرة ديال هاد المشروع هاد المشروع مزيونة مزف وانا اطحت عليها في بالي تفكرتا مكنت كنقرأ ايدي شي تعاليك ونطح عليها في بالي كنت باللاتي داما نقول لهم وتقدروا تخدموهم بالمهرس بالمكور دخلوا ايدي شي حجيرت هارش انو الله يرضي عليكم حاجة واحدة دايما خدمو بالخيط على اربعة حيتش انا كنشوف زعم الصارحة شحل من الموالين توابت عندهم التنبذ وما كيد ديهمن عندهم تواحد علاش حيتش دايما لحيت علاجوش دايما الحاجة اللي تبغيوها الراسكم بغيوها الواحد اخر باش ربي دائما يوقف معكم وباش دائما تكون عندك الخديمة مزيونة واي وحدة بقي ما معلمشي مزيان دائما تشوف راسها في المراية بان واحد حاجة دايما كنتش معلمشي مزيان خستك تزيد تطلقي ديك ماشي تقول لا انا ما عندي شي الزهر انا الواحد ما كيعطيني شي الخدمة اولا شي حاجة يعني الواحد دائما خسته يحسن راسه ويطور من راسه باش يزيد للقدم حيتش ونزيد لكم حاجة اخرى بالنسبة اللي بنتلي غيعملوا مشروع دي الجلالة من البيع ودك شي ارا مشروع مزيون ومشروع ناجح مليون في المياه غيرش انه ضارو رخصكم تعملوشي حاجة مزيونة ما تعملوشي شي حاجة داستعليها هذي تلت سنين ولا اربع سنين ولا خمس سنين وتقولوا اه ما تبعوني شي البياسات يعني هذي نصيحة للكم وكنتمنى لكم تتوفق وتنجحوا في حياتكم في اي حاجة وبالنسبة انا كنجيب لكم كاملة في مطح تعليش في كرديا شي مشروع كنجيب لكم وبالنسبة لهذا المشروع عرا ناجح وفيه الفلوس وبزد الميكة تبي اتخدمه الموالين توابت تي نخصك تبداع ون تي نخصك تخدم الشي ملي بغيتيها ودايما نفتشلو على الجديد باش انتينه تربح وهو يربح لذلك دايما حاجة اللي تبغيوها الراسكم بغيوها الواحد اخر مشروع بي دايما يوقف معكم وشكرا مرة اخرى وبي بي مع السلامة الى فيديو جديد